القضاء والسلطة قصة خلاف بين معايير دولية ترى القضاء السلطة المستقلة ودستور جديد صاغه الرئيس سعيد يعده مجرد وظيفة بين الاثنين تزداد هواجس القضاة ومعهم طيف واسع من التوليسيين بشأن استقرالية القضاة وعدم توظيفهم في صراع سياسيا لإسكاة الخصوة لا يمكن أن تخيل قضاء مستقل في إطار سياسي لا يضمن الحق في المحاكمة العادلة أو في إطار لا يضمن للقاضي أن يحكم وهو غير خائف وهو ليس تحت التهديد وهو في مجال قد يكون فيه تدخل سياسي في عمله هواجس الداخلي تتقاطع مع تقييمات الأطراف الدولية والخارجية لواقع العدالة في تونس عدد منهم عبر عن انشغاله بما آلت إليه أوضاع القضاة في البلاد بعد حل المجلس الأعلى للقضاء برأيهما الفصل بين السلطات يعد أمرا حيويا لتقويم النظام الديمقراطي لدينا شعور قوي بأن هناك مشكلة بخصوص وضع حقوق الإنسان ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وهي مبادئ أساسية للنظام الديمقراطي ودولة الحقوق قضايا عديدة سجن بسببها عدد من قيادات الصف الأولي للمعارضة التونسية يرى كثيرون أنها بلا أساس حقيقي مستندين في ذلك إلى تصريح للرئيس سعيد فهم على أنه تدخل في عمل القضاء هواجس الداخلي بشأن استقلالية القضاء تتمهى مع تقييمات الخارج لظروف عمل القضاء منذ إقرار الدستور الجديد لتكون خلاصة ذلك أنه لا يمكن الحديث على استقلالية القضاء في ذل اعتباره وظيفة لا سلطة مستقلة علي الجسمي العربي تونس